السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السلام همام من كناة سيودونت غايد على اليوتيوب. احنا دلوقتي هنعرفكم ازاي نعمل آآ نسطب الباس بتاع الجوفا. او بتاع الجي دي كي بتاع جوفا. عشان نقدر نشتغل عليها على الجهاز عادي جدا. نشتغل عليها بقى عن او نشتغل عن نوت بقى تشغالين في اي حاجة. بس موين منسطب الجي دي ونعمل المسار بتاعه. عشان نعمل المسار بتاعه انا اشغل على بس انتم ممكن تشترروا باي ويندوز. هتكتبوا هنا في البحث في قائمة او ابداء. هتكتبوا في البحث هنا. هتلاقيوا. هتفتح لكم الشكل ده. هتخشوا على هتلاقوا هي دية المهمة عندنا. يعني التحت دي مش لازم تغيره. ونتقوم ده اخر على باس اللي في الوزر ونتقوم نتقل اوكي? هو انا كده كده انا حطيت المسارع بس انتو لو عندوك هتعملو اياه هتتقل اوكي? هينفتح لكم البتاع دي. يعني انت مستعد ان انت تكتب يعني. تمام? انت هتحط فيها ايه بقى البتاع دي? هتحط فيها الباس. هتجيبه منين? هتخش على مي كمبيوتر. على السي. على فايلز. هتخش على الجافا. الجافا جي دي كي. ما تخشش على جي او اي. جي دي كي. وبعد كده وتقوم واخد اللي فوق ده. المسار اللي فوق ده تاخده كوبي او كارت. وتقوم داخل على بعد ما تعمل وتقوم جاين اهو وحطه. بيست. بس انا مش عمل بيست طبعا. وبعد كده تتكة اوكي. 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 اتجاي او بلاي موجودة تتكة اولا. بس احنا بكده نبقى قدرنا ان احنا نعمل المسار بتاع الجافا. يعني كنوع من انواع الاحتياطات فانا هقول لكم ان انتم برضو تعملوها فين اهو. هنخش على تاني. كنوع من انواع الاحتياطات ما تحطهاش بس في اليوزر وحطوها برضو في الهنا في الباص دهن. في الباص بتاع السيستم باريابلز. وتقوم بتك ايديت وبنفس الطريقة هتحطها الجي دي كي. بس يعني هي مش مهم اهو يعني. لو ما اشتغلش معاكم بيحطوها هنا. وقرب. بس هو في الاغلب بس هي اللي تشتغل معاكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتغل معاكم. شكرا ليكم ورحمة الله وبركاته.